استقبل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمكتبه الموافق 28 سبتمبر 2022 رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح وشدد جبالي خلال اللقاء على التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من جنبه عرب فتوح عن اعتزازه بهذا اللقاء مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال الدعم الأكبر لفلسطين مؤكدا فخره بجهود الرئيس أسيس الكبيرة في مواجهة الإرهاب ومشددا على أنه لو لا تلك الجهود لسقطت المنطقة بالكامل في يد الإرهاب وشد أيضا بجهود الدولة المصرية في لم شبل البيت الفلسطيني الداخلية